كلاسيكو ربما كان عليه لغة كبير بأنه حضر فيه الأخطاء التحكيمية. رأيك بمطلب الأهلي بأن لن لا يتواجد الحكم محمد الهويش في أي مباراة للأهلي؟ بالنسبة لي حقيقة هي كانت ليلة أوروبية على أرض سعودية. استمتعنا بكل شي كان فيها. قد يكون معادة التحكيم بالنسبة خصوصا للأهلي. أخطاء تحكيمية. أنت مبارح كنت متابع يعني كمتابع محايد. كان فيه فعلا أخطاء تحكيمية؟ أكيد. كانت فيه أخطاء تحكيمية بكل تأكيد. وهذا تحدث في كل مباراة. لكن فيه فريق يتأثر أكثر. فيه فريق يتأثر أكثر. من اللي تأثر أكثر مبارح؟ والحكام هم حقيقة. حقيقة هند. يعني أنا كشخص ما حب أخوض في أمور التحكيم. لأنه لها ناسها التي تستطيع أن تفصل فيها. ولكن فيه لقطات كانت واضحة بشكل كبير جدا. أن الحكم يستطيع أن يفصل فيها. كمثال مثلا كورة عبد الرحمن غريب مع أكويلار. كان واضح أنه فيها ضرب متعمد. يمكن عبد الرحمن كان يحتاج أن يمثل فيها بشكل أكبر. عساس أنه يقع. هو ما وقع. فالحكم كمل الأمباراة. ولكن عندما تعود للفار يجب أن تحدد ماذا تريد. هذه قد يكون أحد مشاكل الحكم السعودي. الجرأة في اتخاذ القرار. طيب هي كانت الأخطاء التحكمية بين الاثنين أو كانت ميلة لأحد دكتور. بالنسبة لي يمكن الأهلي كان أحق في عملية الطرد ويعني ضربة الجزاء. في الاثنين يعني كان أنه كان الأحقية كانت للأهلي أكثر من الهلال. صح؟ على المستوى والأداء اللي قدموا لأهلي. طيب أنت كمان كابتن حضرت المباراة وقلت لي أنه كانت مباراة مثيرة وممتعة وحضرت فيها الأخطاء التحكيمية تعقيبك. أنا أعتقد أنه القرارات التحكيمية أضرت بالفريقين بنسبة متساوية في حالات ركلات الجزاء. في رأيك النسبة متساوية. ولكن في الطرد أضرت بالأهلي لأنه كان يستحق الطرد. هذه حالة الطرد. أنا أعتقد أنه في الحكم. الحكم من ظهر اللاعبين. الحكم بالجهة البعيدة تماما. هي صارت قرب خطة المرمى. ما في الفار موجود؟ هنا يجب على الفار. وبالتالي السؤال أنه الحكم شاهد أو ما شاهد هو أكيد ما شاهد. لأنه ظهر اللاعبين باتجاه الحكم. وواضحة من اللون القميص البرتقالي في العادة. لكن هنا يجب أن يتدخل الفار ويقول تابع أو يقول له روح شوف هناك ضرب باليد على الوجه. تعال شوف الحالة في البعض. فرح الأهلي على حقية في مطلبه أنه عدم تواجد الحكم محمد لهوش في أي مباراة المتبقية في الدورة. والله عدم تواجد حكم الفار اللي ضيعه لهوش. لأنه في رأيه زاوية الرؤية ما كانت مناسبة إلا من الظاهرة. بس ما هو عنده مساعدين ما شاء الله وفيه فار يعني. صح. حكم الخط يجب أن يكون هو اللي يشوف وحكم الفار يجب أن يساعد. أما بقية القرارات فأعتقد أنه كل الفريقين. يعني إلى حد ما كانت منصفة لأنه في اللي بيقول الأهلي مثل ما قال الدكتور يعني صارت متساوية بينكم. الطرد كان مستحق للأهلي ولكن أنا لا ألقيها على الحكم وحده وإنما ألقيها أيضا على مساعد الحكم وعلى الفار بدرجة أكبر. ليس على نادي الهلال لأنه كله بيقول لك خدموا بطريقة. لا الهلال. الهلال ما كان في المهال الأبا وسطلها يعني أحيانا بتصير أطاق. هذا أبدا صح.